مرحبا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل العالم كله دلوقتي بيتجه ديجيتل أو بيتجه للعالم الرقمي العالم الافتراضي حتى بعض الحكومات والمؤسسات بقاليها كيانات موجودة في العالم الافتراضي والقيدة السياسية عندنا في الحقيقة عندها وعي باللي بيحصل ده وانحنا لازم نستثمر في شبابنا فالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع لي من يومين كان ليه تواجيه مهم جدا هدفه دعم طلاب التعليم مقبل الجامعي التوجيه هو البدء فورا في انطلاق مبادرة أجبال مصر الرقمية لتدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل كثيرة ومعلومات أكتر عايزين نعرفها ونستعرضها مع الدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات تنمية المهارات التكنولوجية اللي من ورنا في الستوديو بنصبح لحضرتك من ورنا بصباح الخير يا مصر صباح الخير يعني احنا النهاردة بنستثمر في ولدنا بنستثمر في الجيل الجديد عشان كده الشعار اللي أطلقته المبادرة وهي أجبال مصر الرقمية حابين حالك توضح لنا أكتر المبادرة دي اهلا صباح الخير أنا سعيدة جدا بوجودي النهاردة الحقيقة مبادرة أجبال مصر الرقمية شعارها نستثمر في أولادنا علشان بكرة يبنوا بلدنا الاستثمار في العقول بيعتبر من الاستثمارات الهمة جدا يعني يمكن مش بس بس في مصر حتى في الدول المتقدمة بيعتبروا أن أهم جزئية في الاستثمارات اللي بيقوموا بيها علشان يضمانوا مستقبل للدول هو الاستثمار في عقول البشر يمكن احنا طبعا توجيه كبير جدا في رؤية مصر 2030 هو محور أساسي هو بناء الإنسان المصري السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني والقيادة السياسية مهتمة جدا 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 بالجزئية الخاصة بالتحول الرقمي التكنولوجيات الحديثة إزاي بالفعل اللي احنا نعد الأجيال اللي موجودة حاليا إلى التكنولوجيا المستقبلية اللي موجودة ده بيعتبر جزء رئيسي في التوجه العام للدولة وفي توجه الأساسي اللي هو تم تكلفنا بيه كوزارة تتصالات والتكنولوجيا معلومات في مجال محدد وهو تكنولوجيا معلومات والاتصالات وده كان يمكن السبب الرئيسي في أنه السيد رئيس الجمهورية أطلق مبادرة برضو قابليها أو وجه بمبادرة هي بنات مصر رقمية وكانت بتستهدف الشباب الخارجين المتفوقين برضو في علوم الحديثة من تكنولوجيا معلومات والاتصالات احنا النهاردة بنستكمل هذه المسيرة عشان نغطينا كل الأجيال بمبادرة أشبال مصر رقمية وده هي مكملة لمبادرة بنات مصر رقمية طبعا ده شيء أساسي أن احنا نبدأ مع شبابنا وأولادنا يعني دول مش الشباب بقى دول الأولاد في المدارس وطبعا ده بيتم بالتنصيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منات مصر رقمية برضو كانت تعاون بين الوزارة وزارة رتسالات تكنولوجيا معلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيب هل في خطوات بدأناها على الأرض؟ طبعا في خطوات بدأناها على الأرض احنا تم بالفعل إطلاق المبادرة بمعنى أن هناك موقع للمبادرة موجود ديسي دوت جاف دوت اي جي يمكن من خلاله أن احنا نبدأ الخطوة الأولى وهي تسجيل الطلبة على الموقع طبعا ده شيء أساسي جدا لأنه المبادرة بتستهدف 3000 طالب من جميع المدارس احنا مش بنتكلم فقط على المدارس الحكومية لا المدارس الحكومية التجربية الخاصة الدولية كل أنواع المدارس ده نمر واحد نمر اتنين من جميع المحافظات فاحنا برضو هنا مش بنستهدف محافظة يعني قاهرة أو اسكندرية أو مارسة مطروح إنما جميع المحافظات من حق الطالب أنه هو يسجل على المبادرة دي المبادرة هي منحة مجانية تماما الهدف الرئيسي منها هو سقل مهارات الطلبة بالتكنولوجيا معلومات ولد الصلاة هو شيء مكمل للتعليم اللي هو بياخده في المدارس طبعا لكن يعني بنخص هنا فقط الجزء الخاص بي تكنولوجيا معلومات والاتصالات 3000 منحة وطبعا هي للمتفوقين وطبعا ده أساسي ليه لأنه ده برنامج ما هوش منحة تدريبية شهر أو شهرين لا ده ده منحة موجودة معنا طوال العام الدراسي وبالإضافة كمان إلى شهر في الأجازة الصيفية طيب مين اللي هيدرب بقى الطلبة دولة طبعا ده سؤال مهم جدا احنا الأول نبص على المجالات التدريب يعني كلمة أو مصار أو مجال تكنولوجيا معلومات والاتصالات ده بقى مجال كبير جدا احنا بنستهدف فيه التقنيات الحديثة يعني الذكاء الاصطناعي يعني علم الروبوتات تحليل البيانات اللي هو علوم البيانات زي الديتا ساينس تأمين الشبكات طبعا يعني ده مجالات النهارده حديثة جدا وبالتالي لازم يكون فيه تضافر كبير في مين اللي هيقدم هذه التدريبات شركات عالمية احنا كنا فاكرين او اخر حاجة احنا نعرف عن كل دول related ببعض او مرتبطين ببعض كأنهم تحت مظلة واحدة لكن دلوقتي العلم طبعا تقدم قوي بقى كل واحد فيهم مجال لوحده يمكن بالضبط كده يعني ده برضو ياخدنا إلى الطريقة اللي تم تصميم بها البرنامج لانه طبعا احنا بنستهدف طلبة المدارس من قولعدادي حتى تانية سنة طيب انت النهارده مثلا ممكن تكون طالب ده خدت دورة تدريبية في مجال مثلا الجرافيكس او خدت دورة تدريبية في مجال الشبكات طيب هتيجي عندي في هذا البرنامج تعمل ايه اول جزئية تماما اول سنة بيبقى فيه نوع من التأسيس يعني فاونديشن كده بحيث ان الطالب يتعرف على الحاجات الاساسية في علوم الحاسبات بس لازم يكون خد تأسيس قبل كده مش مسألة دورة تعليم مقصد يعني طبعا خلينا نفكر برضو ان داخل المواد التعليمية في وزاة التربية والتعليم الطالب اساسا عنده هذه المادة يعني مادة علوم الحاسب او الكمبيوتر ساينس او اساسيات الحاسب دي موجودة كمادة اساسية في التعليم نفس بس هم دلوقتي بيبقوا لسه 13 سنة وعارفين يعملوا كودينج وبيلعبوا جيمز وبيكسبوا منها فلوس كمان فيعني هم دلوقتي بقوا دماغهم متقدمة جدا طبعا وده شيء اساسي ان احنا عايزين يعني نكمل او نكملمان ونستغل ده بطريقة صحة نستغله بطريقة مظهورة فبالتالي الطالب بيؤسس مش بالضرورة انه هو يكون عنده يعني او حاجة من قبل كده انه اخذ هذه المواد او كده لا انا يهميني ان الطالب نفسه كويس في الرياضة كويس في العلوم كويس في الانجليزي وكويس في مادة الحاسب حتى اللي هو بيخدها في المدرسة ده بيؤهله ده كان السؤال بقى بنقيس تفوق طالب ازاي بالضبط كده عشان نعرف يعني ده بيؤهله خلاص يعني الستام السعينس تكنولوجي انجينيرين ماثماتيكس دي حاجات اساسية النهاردة مهمة جدا للطالب فبالتالي المواد دي هي مواد هي التأهيلية بالنسبة لنا في البرنامج النهاردة اذا كان الطالب متفوق في هذه المواد يبقى هو يقدر ان هو يسجل معنا في هذه المنحة طيب هل هنقف عند يعني نقطة ان هو يقدم شهدته او بيان النجاح بتاعه لا هيتم طبعا نوع من الاختبار اساسمنت له اساسمنت للغة الانجليزية لان اغلب المواد او البرنامج بيبقى بيقدم بلغة انجليزية لازم كمان نقيس هو عارف ايه في ال-IT في تكنولوجيا معلومات طيب هل انه عارف او مش عارف ده هيأثر في ايه ده هيأثر في انه يدخل عندنا في اني مستوى احنا عندنا خمس مستويات تمام فاذا كان انت لسه طالب يا دوبك طالع من ابتدائية داخل على أول عددي فبالتالي ممكن تدخل في السنة التأسيسية او اي قسم كمان ممكن الموضوع ده يختلف على القسم اللي هيدخله بالزبط احنا بنتجي برضو يعني برضو جزء تأسيسي لكل الاقسام ليه لان احنا شايفين ان الطالب مثلا اللي في السن الصغير ممكن يبقاش عارف انه هو نفسه في الكودنج او في ال-AI في الزكاء الاصطناعي او في علوه الماينة فهتم دوله لمحة كده عن الموضوع ونشوف لا توجهه ولا لا تمام كده نتجينه لمحة من كل التخصصات وبعدين نتجينه الفرصة انه هو يتخصص في مجال معين طيب يعني فيه ناس هتقول طيب انا ال-coasis دي او الدورة دي لما اخدها ممكن تفيدني في ايه في شغل بعد كده لسه ناس لغاية دلوقتي وخلينا اقول مش الجيل الجديد ممكن الاهالي هم اللي يبقوا لا اركز في دراستك احسن معرفوش ان الحاجات دي بتأهلهم وبتديهم فرص احسن في سوق العمل بقى في اللي جاي فحابين حريك تكلمين عن اهمية هذه الدورات في السن الصغير ده لان البعض لسه فاكر انه في الجامعة ممكن ياخد التدريبات دي لكن احنا النهاردة بنسبة الوقت احنا محتاجين بنسبة الوقت فبنعلم من سن صغير جدا اهمية الدورات دي عشان سوق العمل في المستقبل وحتى كمان تنفعه في كليته طبعا يعني ده سؤال مهم جدا وله يعني اكثر من اجابة اول حاجة يعني هل تكنولوجيا معلمات والاتصالات ولو انا بدي مثلا كودين زي ما حضرتك قلت او مبادئ البرمجة او اساسيات المرمجة ده بيدي منطق للطالب ان هو تفكيره يبقى منطقي وبالتالي يتعلم خواص مهمة جدا زي البروبلم سولفنج او حلول المشاكل تمام انا النهارده هذا الطالب ما عادش نقدر نقول ان التكنولوجيا معلمات والاتصالات مش موجودة او انا محتاجة اديله او توعية عن ده لأ ده انت في كل تخصصاتك في كل تخصصاتك دخلت طب دخلت هندسة دخلت اداب دخلت تجارة دخلت ايا كان المجال اللي انت هتختاره اصبح النهارده قاسم اعظم مشترك في مصر وفي دول العالم ان الجزء بتاع الـ شيء اساسي هتستخدمه في الريسيرش هتستخدمه في ازاي تحلل بياناتك ازاي هتقدر تعمل فوركاستنج وتنبؤ ازاي النهارده حتى الجزء بتاع الفيرتشوال رياليتي موجود ازاي في الطب موجود فبالتالي فيه يعني يمكن جالنا يمكن تجارب روبوتات في بعض العمليات الجراحية فالنهارده حتى جالنا في الاسئلة على الموقع انه هل احنا لو دخلنا في هذا البرنامج معناها ان انا داخل هندسة لا انت بالعكس انت بتجي لنفسك بتسقي المهاراتك في الادوات التقنية اللي تمكنك من انك انت تتميز في اي تخصص وفي اي مجال انت هتدخله تمام فبالتالي المجال مفتوح امامك انت تميز بانك عارف هذه الادوات دخلت كل ايد سياسة واقتصاد دخلت اقتصاد محتاج ايه محتاج كل النمازج والموديل بتاعة الريجراشن والتقنيات دي طب ما زال انت محتاج هذه الادوات في اي مجال انت هتدخل فبالتالي ده يؤهلك لدراستك القوية في مجالاتك وبالتالي انت النهاردة بتنافس عالميا انت مش هتبتدي تاخد التجارة بمفهومها القديم لا انت هتاخدها بالتجارة الحديثة الاقتصاد الحديث الطب الحديث فبالتالي ده احنا بنعتبره يعني شيء اساسي لان نؤهل الطلبة قبل ما يدخله في الجامعة انه يقدر انه يبقى مهيق بالادوات اللي هو محتاج طيب دكتور لحد ما يوصل للجامعة هو بيدخل ياخد دورة موضيتها دي مثلا سنة لا هو برنامج خمس سنوات لو انت في قول اعدادي اذا انت في كل سنة من قول اعدادي التاني سنوي هيبقى في عندك برنامج ده السؤال اللي هي ان انا مش دخلت خط دورة تدريبية في مجال معين وبعدين قعدت ومستني خمس ست سنين لحد ما ادخل الجامعة وابتدى اشوف البرنامج التاني بتاع الجامعة لأ ده البرنامج موضيته خمس سنوات يعني الطالب بيدخل من هو في اعدادي بيكمل معاها تقريبا يا دوب قبل الجامعة على طول لغاية تانية سنوات احنا اعتبرنا ان طبعا الطالب اللي في سنوات العامة بيبقى زي ما حيك قلت كده الاهالي القانين مركز في السنوات لكن لكن انت طول السنة ودي نقطة مهمة جدا لان في تخوف برضو انه طب احنا هناخد الكلام ده امتى طيب احنا البرنامج 75% منه اونلاين تمام اذا انت اسبوعيا هتاخد مثلا اربع ساعات يوم الجمعة او يوم السبت في اجاستك موازي مع دراستك تماما لكن حتى من بيتك تقدر انك انت تبقى معنا مع الانسترابط بتاعك المدرب يعني اسبوعيا اربع ساعات في الاسبوع او طبعا المتقسمين ولا مراحلة طالب لازم يشتغل معنا يعني هو الاربع ساعات دي ساعتين ممكن يبقى المدرب بيديله يعني شرح للمواضيع او المفاهيم وبعدين انت لازم تشتغل انت كطالب بقى لازم تشتغل لان احنا هنا طبعا احنا منتكلم على هانز اون يعني انت محتاج تتعلم بالفعل فده الجزء الجزء التاني المهم هو الـ 25% اللي فضلين 25% دي معناها انك انت لازم تيجي لمركز تدريب داخل المحافظة بتاعتك بحيث ان احنا نشوفك بحيث ان احنا نتابع معاك الاسامنس اللي انت بتاخدها والواجبات اللي انت بتاخدها المشاريع التطبيقية اللي انت ايه اللي انت هتعملها تماميا عندنا مراكز تدريب في كل محافظة عندنا ان شاء الله مراكز تدريب هتكون في كل محافظة وهتحدد تبقى للتسجيل اللي بيتم من الطلب يعني الطلبة النهاردة مثلا في عندي عدد كبير في محافظة اكسي انا لازم مثلا عندي عدد اكبر من القاعات في هذه المحافظة على حسب التسجيل اللي هيتم من الطلبة هيتم تحديد المراكز التدريب اللي هي هتبقى فيها الـ 25% من التدريب فقط يعني ما بناخدش من وقت اي حاجة بس عشان الناس ما تقولش ده هم 4 ساعات في الأسبوع وجزء صغير جدا بيتطلب من الطلب ان هو يروح لمركز التدريب عشان نشوف اللي تعلمه عامل ازاي واحنا طبعا يعني للاولاد في السن ده مسكين الموبايل 24 ساعة ف4 ساعات ان يقعد اونلاين عشان يقعد دورة هتفيده بعد كده في حياته هتفيد برده كمان اعتقل دي حاجة لازم احنا كمان نشجع اولادنا عليه بالزبط هو طبعا احنا يمكن من الشروط اللي احنا حطينها ان لازم والي الأمر يبقى موافق تماما على ان ابنه هيكون موجود في هذه المبادرة يعني احنا بنعتبر ده كأنه نشاط زي نشاط الرياضة زي نشاط الموسيقى زي نشاط الفن دي مبادرة مهمة جدا ليه لانها بتسقل مهاراته يعني معناه انه عنده هذه المهارة واحنا دورنا ان احنا نسقلها ونعده للمستقبل والسكريم تايم اللي بيعملها بتعملها بعد المواقع التواصل بتقول ان انسان الطبيب يعد من 3-4 ساعات في اليوم على الموبايل فيمكن دي حاجة مفيدة اكتر عايزة اسأل حضرتك سؤال هل في خطة مستقبلية ان انتوا تعملوا تواصل مع الجامعات العالمية مثلا يبقى فيه سكوليشيبس للمتفوقين من هذه المبادرات هو طبعا احنا احنا في جامعة مصر اي تي تمام طبعا الطلبة المتفوقين يبقى هيستطيعوا ان هم ياخدوا منح من جامعة مصر المعلوماتية جامعة مصر المعلوماتية يعني حيث قلت جامعات العالمية هي اساسا بتنفذ بالتعاون مع جامعات العالمية يعني احنا عندنا جامعة زي كردو من اقوى الجامعات العالمية عندنا جامعة زي انفرستي وفي اطوة برضو من اقوى الجامعات في كندا فبالتالي انت النهاردة لو فعلا متفوق على مدى السنوات في هذا البرنامج طبيعي جدا انك انت هتبقى هم اللي هيدوروا عليك بحيث انك انت تقدر تدخل جامعة مصر المعلوماتية وانا اظن ليس فقط جامعة مصر المعلوماتية لكن كل الجامعات المصرية بتدور على الطلبة المتفوقين الموهوبين الموجودين عندنا في المحفظات المختلفة شفنا دوت في جامعة زويل شفنا دوت في جامعة النيل شفنا في جامعة نيوجيزة في كل الجامعات يعني طبعا الجامعات الحكومية دائما الطب هم اللي بيدخلوا في الجامعات الحكومية عندنا الوضع اختلف يا دكتورة والناس لازم تفهم حاجة زي دي يعني زي ما كانت الناس بتدور الشركات بتدور على خريج جامعة معينة أو خريج كلية معينة ومعها فقط لغة دلوقتي الوضع اختلف تماما فلازم الأولاد يتعلموا منه هم صغيرين حاجة زي دي طيب التقديم على الموقع هل هو سهل وإيه هي الشروط أو المتطلبات اللي بيحتاجوها للتقديم على هذا الموقع؟ الشروط أولا أنك طبعا تبقى مصري ده مفروش أي مشكلة أنك تكون مقيد في أحد المدارس وطبعا ده ضروري أنك تكون يعني داخل أول عدادي لغاية تانية سنوية يعني النهاردة الطالب اللي في ستة ابتدائي داخل أول عدادي يبقى هو الجبل أو أنه هو في أول سنوية وداخل تانية سنوية فده الموقع السن من 12 ل 17 سنة طيب معلش في النقطة دي تانية عدادي ما ينفعش يقدم؟ لا يقدم أولى وتانية يعني اللي في ابتدائية النهاردة داخل أول عدادي اللي في أول عدادي داخل تانية هنصد عشان الخامس سنين قبل السنوية من أولى لتانية سنة يعني اللي هيبقى في سبتمبر من أولى لتانية سنة فالعام الدراسي القادم من أول عدادي حتى تانية سنة السن من 12 ل17 وهنا ممكن يبقى فيه شوية اختلافات على حسب السن القبول بتاع الطالب فالسنة الدراسية هي اللي حكمة بالنسبة لنا بالنسبة للدخول الحاجة التانية أن حضرتك بتجيب المستندات وعادين موافطة وليه الأمر الجزء المهم برضو أن وليه الأمر يبقى عارف أنه هيجيب الطالب في المراكز التدريب 25% من الوقت لها مرة في الشهر يعني وفي الصيف ممكن يبقى يعني بييجي في شهر 3 مرات أو كده في الأسبوع فده برضو هيبتم تنسيقه مع وليه الأمر ومع المراكز التدريب يعني أن يكون فعلا أنت شايف أنك عندك الشغف أنك عايز تتعلم هذه المعارات وطبعا ده بيعتمد برضو على البرنامج من ناحية التانية أنه هل هو مجرد أنه بيدي حاجات نظرية أم إحنا بنتكلم على تطبيقات عملية مشاريع عملية تخلي من الطالب يعني ينجذب إلى هذا النوع من البرامج التدريبية دكتور يعني من ضمن التخصصات اللي حضرك ذكرتها هي حماية الشبكات يمكن إحنا النهاردة بنشوف بعض الدول بتشن حملات أو هجمات سبرانية على دول أخرى والشركات بتنافي الشركات بتعمل السايبر اتاكس زي ما بيقولوا قد إيه مهم التخصص ده كمان وقد إيه مهم أن احنا بنهتم به من ضمن التخصصات دي نعلمها لأولادنا في سن صغير طبعا الشبكات وتأمين الشبكات من التخصصات الصعبة جدا يعني ده ده واقع النهاردة أنا طبعا يعني أستاذ في كلية الهندسة جامعة القاهرة في قسم هندسة حاسبات وبالتالي موضوع السايبر سيكوريتي وتأمين الفضاء الإلكتروني من الحاجات اللي فعلا يعني بنواجه فيها نضرة في الموارد يعني الشباب ما بيقبلوش قوي أو ما بيقبلوش على هذا التخصص علشان التخصص دقيق جدا يعني في مباررة بونات مصر رقمية إحنا عندنا هذا التخصص لو أنا قرنت حتى عدد الطلبة في التخصص ده لتخصص زكاء الاصطناعي بلاقي إن إيه إن هم مثلا يعني التلت وقصاد مثلا التلتين في الزكاء الاصطناعي ليه لصعوبة هذا التخصص لكن ليه أهميته كمان ده شيء مهم جدا وإحنا شفنا في الخريجين بتوع الدفعة الأولى من بونات مصر رقمية إن أغلب الشباب معظم الشباب اللي كانوا متخصصين في السيبر سيكوريتي كلهم اشتغلوا فورا فورا في البنوك في إيجي سيرت اللي هو يعني في مراكز اللي هي متخصصة في موضوع التأمين كل شركات المالتي ناشنل محتاجين حد يأمن لأن بيبقى ليهم سيستم خاصة بيهم غير متصلة بالإنترنت العادي اللي احنا عارفينه فبيبقوا عايزين حد متخصص في السيكوريتي أو حماية الشبكات يعني مالتي ناشنل طبعا لكن إحنا يهمنا كمان مرافقنا الحيوي بنات مصر طبعا فإحنا عندنا قطاع البنوك بتاع البترول يعني قطاعات هامة جدا وحيوية لابد إن يتم حمايتها بالفعل فده من المجالات الهمة جدا ونتمنى إن الطلبة يعني تقبل عليه بحيث إنها يعني تبقى موجودة فيه طيب هل ينفع حد يدخل في البرنامج بتاع أشبال مصر رقمية ويكمل لبنات مصر رقمية؟ ما هبقول حدك إيه أشبال؟ إحنا عندنا سلسلة طويلة في وزارة رتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمام؟ في عندنا الجزء الخاص بيه الأشبال في عندنا مدارس التكنولوجيا التطبيقية وي فديه برضو تعليم فني في الفترة اللي هي بعد الإعدادية بعدين في عندنا الجامعة تمام؟ جامعة مصر المعلوماتية وبعدين بنات مصر رقمية بنات مصر رقمية معناها إنك خريج إنك إنت فعلا خريج خريج من أي كلية من حاسبات ومعلومات من هندسة من علوم من تجارة على حسب التخصص بتاعك يمكن أضفنا كمان فنون تطبيقية وفنون جميلة في عندنا ديجتال أردس فنون رقمية فإنت في الأشبال وبعدين هتخش الجامعة وبعد كده هتيجي إن شاء الله في بنات مصر رقمية ربنا دينا العم إن شاء الله بإذن الله نشكر حضر كيف أنت بشرفتين ونورتين الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحظراتكم